سيد كان عامل مشاكل وعطية كان عامل مشاكل؟ آه عطية كان عامل مشاكل برضو في الناجع هناك في الناجع آه ما بين سيد وعطية كانت النقلة ازاي؟ كان بيحصل في يوم واحد انت بتصور مشهد انت سيد وفي بقية اليوم انت عطية؟ دي حقيقة بتحصل؟ كان بتحصل بتنقل من سيد العطية ازاي؟ ده خد مني وقت كتير قوي وجهدي كبير قوي كنت ما كانش كتير اللي حصل ده لان انا صورت جعفر العمدة عدت يعني خلصت سبعين في المية من دوري آه عطية بوعصاية عطية بوعصاية وسيد وسيد العمدة بالبيجامة بتاعته الشيط نطبق بجامة المناقبة خلصت سبعين في المية من دوري عند جعفر العمدة وبدأت ادخل في عملة ندرة شغلي بقى الكتير يعني كنت بقى روح يوم واربع لقاء يعني بعد بخلص سبعين في المية روحتي يعني ده كان ده داني مساحة شوية ان انا اقدر افصل بين الشخصيتين في ايام كنت بصور سيد وهخلص واروح أبقى عطية عطية بوعصاية من المدينة الانتاج للمكان اللي كنا بنصور فيه في الحزام اللي أقدر وأنا في العربية كنت زي اللي بيغير هدوم وكده يعني بيغير البجامة ويلبس بادلة عشان يخرج كنت بتقلع سيد وتلبس عطية كنت بتقلع سيد والبس عطية وانا رايح في الطريق في جوة العربية خد مني مجهود عطية برضو لانه كان شخص واحد تاني خالص غير سيد الحمد لله بشهادة الجمهور وبشهادة الزملاء ان انا عملت شخصيتين مختلفتين تماما اه تماما يا رب اكون قدر تقدم ده كان تحدي كبير بالنسبة لي والحمد لله يا رب اكون قدر تقدم شخصيتين مختلفتين في شهر رمضان وتكون النتيجة على قد المجهود